في خطم احتفال المرأة الموريتانية باليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامنة من مارس أذار ارتأت الجمعية الموريتانية من أجل حقوق المرأة تنظيم يوم تحسيسي حول حقوق المرأة وأثرها في التنمية المستدامة رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق المرأة هواجب رئيلا قالت في كلمتها الافتتاحية إن اختيار هذا اليوم من أجل تخليد عيد المرأة يأتي ضمن نشاطات الجمعية التي هي خاصة بالنساء ويعلمن ما يترتب عليهن من حقوق وواجبه نشاطات الجمعية الموريتانية من حقوق المرأة ويعلم نشاطات جمعي الجمعية لم اقلقاء المرأة والذيوم تساعد جمعي في كلمتها اتشعر الشرطانية من شرطة جمعية الموريتانية من اجل تحسيح تثير الجمعية الموريتانية من إجراء القوية كل الأسية النماء نعطفين جمعية الموريتانية من الاجونة هذه الموريتانية من أجل تحسيح رحومة بطه ترجمة نانسي قنقر وما استقبال سيداته لهذه الجمعية في هذا اليوم إلا تبعانا لدول المرأة ليس فقط في الحاضر والمستقبل بل من سالف الزمن والذي جاء به الدين الإسلامية المترجم للقناة وعلى هامش اليوم التحسيسي أظهرت النساء المنخرطات في كلتا الجمعيتين مدى أهمية العمل من أجل استقلالية تامة وعدم مد اليد إلى الغير فوضعنا بين أيدينا عصارة عملهن وكيف ساعدهن على تدريس والاهتمام بأبنائهن بل وفي بعض الأحيان بناء منازلهن المترجم للقناة 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 المترجم للقناة